كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حجم مساهمة القطاع الخاص منظومة الاقتصاد المصري لا تقل عن 75% وعشر الرئيس السيسي إلى أن الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات وأن هذا ليس رقما كبيرا بالنسبة لدولة يبلغ تعداد سكانها 104 ملايين نسمة لو ممكن، مش ممكن بقى ده الكلام نحن عملناه وقلنا أن نحن هنخش على مناطق بعينها ونجاهزها ونديها الاشتراطات خالصة من جهات المختلفة بالكامل عشان المستثمرين ورجال الصناعة اللي عايزين يدخلوا يشتغلوا ما ياخدوش وقت كبير جدا في المسار أو الإجراءات الإدارية اللي بتتعامل في مثل هذا المجال أنا أتصور أن اللي احنا شفنا النهاردة النموذجين دول هم كويسين بس مش كفاية إذا كنا بنتكلم على أن احنا بنستهدف 100 مليار دولار للتصدير وبالمناسبة الرقم ده رقم مش كبير 100 مليار دولار لدولة فيها 104 مليون أنها تصدر بـ 100 مليار ده رقم مش كبير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر